مع اقتراب موعد الرابع من نوفمبر الذي ستقوم فيه الولايات المتحدة بالتجديد العقوبات على طهران تواصل ادارة الرئيس دونالد ترامب حجد الدول والشركات الكبرى والبنوك العالمية ضد ايران وتحذرها من امكانية استعمال نظام طهران اساليب ملتوية لتفادي العقوبات المفروضة عليها وتواصل بذلك تمويل انشطتها الارهابية تفاصيل اكثر نشاهدها ضمن التقرير التالي قبل اسابيع قليلة من اعادة فرض جولة اخرى من العقوبات الامريكية على ايران حذرت ادارة ترامب البنوك العالمية من ان طهران قد تحاول استخدام وسائل تحايل لتخفيف حدة العقوبات عليها وتواصل بذلك تمويلها للارهاب وقالت الادارة ان المصرفيين والمسؤولين الايرانيين قد يستخدمون شركات واجهة ووثائق مزورة وغيرها من الاجراءات لتوليد دخل للنشاطات الارهابية للبلاد هذا التحذير هو جزء من حملة منسقة تقوم بها الادارة الامريكية لاقناع البنوك وكبرى الشركات في جميع انحاء العالم بقطع جميع العلاقات التجارية مع ايران في الاشهر الاخيرة زار فريق من المسؤولين الامريكيين من وزارة الخزانة والدوائر الحكومية اكثر من ثلاثين دولة للتحدث ليس فقط مع المسؤولين الحكوميين ولكن ايضا مع المنظمات التجارية والمالية وذلك لحجدهم ضد ايران وعلى الرغم من ان زعماء اوروبا وروسيا والصين قالوا جميعا انهم يعارضون اعادة فرض العقوبات الاخيرة فان الفرق الامريكية كانت ناجحة بشكل ملحوظ حيث اعلنت جميع شركات الاوروبية الكبرى تقريبا والتي لها عملية في ايران انها ستغادر البلاد وتدخل عن الاستثمارات هناك وكنتيجة لذلك انخفضت العملة الايرانية باكثر من الثلثين كما انخفضت صادراتها النفطية كن السؤال الاهم الذي ساد لاشهر هو الى اي مدى ستذهب ادارة ترامب في فرض عقوبات على دول مثل الصين والهند وتركيا وحتى الحلفاء الاوروبيون الذين سيستمرون في القيام باعمال تجارية في ايران فعندما سئل المسؤولون في الادارة الامريكية عن ذلك اجابوا بانهم مصرون على تطبيق العقوبات على نطاق واسع على كل الكينات التي تحافظ على العلاقات التجارية مع ايران وكرر احد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية هذا التهديد في لقاء اخير مع الصحفيين ولكن من المتوقع وجود استثناءات وهو السبب الذي ادى الى ثبات اسعار النفط الى حد ما في الاشهر التي تلت قرر ترامب بالابتعاد عن الاتفاق الى جانب ارتفاع اسعار النفط هناك قلق اخر للادارة الامريكية ويتمثل في جهود الهندسة المالية التي تتجنب استخدام الدولار العملة المهيمة في التجارة العالمية ففي اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في الشهر الماضي اعلن وزراء الخارجية من المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي وايران انشاء الية لاغراض خاصة مستقلة عن الدولار وذلك من اجل التجارة مع ايران وناقشت روسيا والدول الاخرى الخاضعة لعقوبات في الاشهر الاخيرة استخدام العمولات المشفرة لتجنب النظام المالي العالمي الذي له صلاة بالولايات المتحدة الامريكية ويقول المسؤولون الامريكيون انهم يشاهدون مثل هذه المحاولات الهندسية المالية عن كثب على الرغم من ان قلة من خبراء الاقتصاد والمسؤولين في اوروبا يعتقدون ان مثل هذه الجهود قد تمكن طهران فعليا من تخفيف وطأة العقوبات الامريكية اشتركوا في القناة